اشتركوا في القناة ومن تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة وافاق التعاون المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والارتقاء بعلاقات التعاون المشترك إلى مستويات أكثر شمولة كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة بما في ذلك الحرب على قطاع غزة والجهود العربية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في القطاع بالإضافة إلى تبادل وجهة النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك واستعرض وزير الخارجية خلال لقاء نتائج القمة العربية التي اصدفتها مملكة البحرين في مايو الماضي والمبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين واعتمدتها القمة وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أن الاتحاد الأوروبي بمكانته ودوره الإقليمي والدولي معني تماما بدعم جهود إحلال السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر